اشتركوا في القناة فنجعل الهاتف بالطريقة العمودية مثل ما يظهر الآن ثم نقوم بالضغط على زر التسجيل ولكن إذا أردنا أن نقوم بتصوير الفيديو بالطريقة الأفقية فيجب أن نقوم أولا بتدوير الهاتف ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر التسجيل ولكن الفيديوهات التي تكون مقلوبة هي أننا ضغطنا على زر التسجيل والهاتف في شكل عمودي ثم قمنا بتدوير الهاتف لذلك يكون الفيديو مقلوب ولكن في هذه الحلقة سنشاهد كيفية إصلاح فيديو مقلوب بعد أن تم تصويره بالكاميرا وللقيام بذلك سوف نستخدم برنامج مجاني متوفر في ويندوز 10 إذن هنا سوف نذهب إلى خانة البحث في شريط المهام ثم لمن يستخدم الويندوز باللغة العربية سوف نكتب هنا محرر الفيديو إذن تظهر هنا في الأعلى ولمن يستخدم اللغة الإنجليزية سوف يكتب فيديو إديتور إذن هنا في الأعلى يظهر تطبيق محرر الفيديو ويمكن تثبيته على شريط المهام الآن يمكن فتحه مباشرة من شريط المهام نقوم هنا بالضغط عليه إذن البرنامج سوف يفتح بهذه الطريقة الآن سنشاهد الفيديو الذي نريد إصلاحه إذن هنا هذا الفيديو قمت بتصويره ولكن كما نلاحظ الفيديو مقلوب إذن الآن طريقة إصلاح الفيديو نقوم في الأعلى بالنقر على مشروع فيديو جديد ثم هنا يجب إدخال تسمية الفيديو أو يمكن أيضا التخطي سأسمي الفيديو مثلا الفيديو بعد التعديل أو الفيديو المعدل ثم نضغط على موافق الآن يجب أن نقوم بإضافة الفيديو إلى البرنامج إذا لم يظهر المكان الذي نضيف فيه الفيديو نلاحظ هنا في الأعلى وجود هذا السهم نقوم بالضغط عليه تظهر إذن هذه النفذة الجديدة يمكن مباشرة هنا أخذ الفيديو ووضعه في هذا المكان أو أيضا يمكن أن نقر على إضافة ثم من هذا الكمبيوتر إذا كان الفيديو في الكمبيوتر ثم هنا هذا الفيديو الذي أريد إصلاحه أقوم بالضغط عليه ثم نضغط على فتح سأقوم الآن بتكبير البرنامج إذن هنا يظهر الفيديو الذي نريد إصلاحه الآن يمكن أن نقر عليه بزر الماوس الأيمن أو يمكن هنا تحديد الفيديو في الأعلى ثم نضغط على وضع في لوحة العمل الآن تم إضافة الفيديو إلى لوحة العمل الخاصة بالبرنامج ويمكن هنا فتح الفيديو ومشاهدته الآن طريق التدوير الفيديو سهلة جدا نلاحظ هنا هذا الخيار خيار تدوير يمكن أيضا أن نقر من لوحة المفاتيح على كنترول زائد حرف R وسوف يتم تدوير الفيديو إلى عدة اتجاهات إلى أن نصل إلى الاتجاه المطلوب وبهذه الطريقة البسيطة قمنا بإصلاح الفيديو وإرجاعه إلى الاتجاه الطبيعي سنقوم الآن بفتح الفيديو الآن نأتي إلى طريقة حفظ الفيديو سوف نضغط في الأعلى على إنهاء الفيديو ثم هنا يمكن اختيار الجودة التي نريدها للفيديو ثم نضغط على تصدير من خلال هذه النافذة يمكن اختيار اسم للفيديو سوف أترك نفس الاسم هنا ثم نقوم باختيار مكان للحفظ سوف أختار سطح المكتب ثم نضغط على تصدير الآن سنتوجه إلى مكان حفظ الفيديو وسنقوم بفتحه حتى نتأكد من أنه تم إصلاحه إذن هذا الفيديو الذي قمنا بإصلاحه سنقوم الآن بفتحه إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أن لا أشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر